رغم رحيل تنطاوي سر عدم تأجيل السيسي افتتاح المشروعات القومية في سيناء ألا بكم أنا أحمد الشربطلي ودي التفاصيل يعتبر المشير محمد حسين تنطاوي القائد العام الأسبق للقوات المسلحة محارب من طراز رفيع وإدر أنه يحقق بطلات تاريخية ساهمت في تحقيق السلام لكن غير أنه محارب فهو كمان رجل مجد في العمل وكان معروف عنه أنه كان بيشتغل لغاية فترات متأخرة طول اليوم ورحل المشير تنطاوي عن عمر يناهز 85 عاما بعد سنين كثيرة قضاها في خدمة بلده وخدمة القوات المسلحة وكمان موقفه بعد أحداث 25 يناير 2011 أنقذ البلاد من مخطط الفوضى والضمار لما تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد 11 فبراير عام 2011 والغاية 1 يوليو عام 2012 وطلعت رئاسة الجمهورية بيان عن إعلان حالة الحداد العام في كل أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداد على وفاة المشير محمد حسين تنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق وحسب البيان الحداد بدأ من يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر عام 2021 وهيستمر لغاية غروب شمس يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر عام 2021 وبعد الإعلان عن رحيل المشير تنطاوي فوجئنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيفتتح مشروعات قومية في سيناء وده اللي خلى ناس كتير تسأل ليه ما تمش إلغاء حفل افتتاح المشروعات دي زي ما هو متبع خاصة مع وفاة قامة كبيرة زي المشير تنطاوي والموضوع ده جاوب عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه في افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 وقال أنه كان قدامهم خيار في تأجيل الافتتاحات بعد وفاة المشير محمد حسين تنطاوي وقال الرئيس السيسي أنهم فضلوا يكملوا الافتتاح لأن المشير تنطاوي كان راجل جاد وبيحب العمل وشاء القدر أن المشير تنطاوي يرحل في اليوم اللي سيناء بتشهد فيه افتتاح مشروعات قومية عملاقة بعد ما سبق وقدم تضحيات كبيرة في نفس المكان قبل 48 سنة في حرب اكتوبر 73 وكمان الرئيس السيسي رد على تساؤلات المواطنين حول سعي الدولة المستمرة لإنشاء الطرق والكباري وقال أن الدولة بتسعى لحرية وسهولة حركة البضائع والمواطنين في كل الطرق المصرية ورئيس السيسي قال كمان أن فيه ربط ضخم قوي شرق وغرب القناة وكشف عن افتتاح مشروعات بتوصل مساحتها أو طولها لألف وسبعين كيلو متر بمنطقة الفرفرة وتشكى في نهاية السنة إن شاء الله كمان الرئيس السيسي أكد أن اهتمامه بالمشروعات في المناطق دي هو اهتمام هدفه وضع أسس حقيقية للتنمية على امتداد أراضي مصر بالمناسبة الرئيس السيسي افتتح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 وده النفق الخامس اللي بيربط بين الشرق وغرب قناة السويس وبين قرتي آسيا وأفريقيا وبيمثل نفق الشهيد أحمد حمدي 2 شريان حياة جديد بيربط بين الدلتة وشبه جزيرة سيناء علشان يسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة وكمان البضايع ومستلزمات التنمية وبيضاعف كمان فرص الاستثمار والعمل بسيناء كما بيمثل النفق الجديد قيمة مضافة بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدي 1 في ظل تنامي حركة التعمير والتنمية في شبه جزيرة سيناء وده بييجي اتصاقا مع سياسات دولة 30 يونيو واستراتيجية التنمية الشملة 2030 شكرا لكم طيب المتابعة كان معكم أحمد الشهر بطلي ترجمة نانسي قنقر